الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرح المرسلين نبدأ الهيت ترانسفر لكن نشوف التيتوريال نبدأ بالشابتر 1 بيسيك افهيت ترانسفر البروبلم 1.1 هي الهيتينج اف اكباربول الكباربول عندنا هنا الدياميتر تبعها 10 سنتيمتر هنا ودنا ننقل نعتبر انها أولا كان درجة حرارة 200 ودنا نرفع نرفع درجة حرارتها إلى 150 هذه البول نرفع درجة حرارتها وخلال 30 دقيقة معطينا الخصائص تبع الكباربول هذا انه الرو تبعه هذه والسي بي ليسبيسيك هيت المطلوب توتال امانت افهيت ترانسفر توتال امانت افهيت ترانسفر كم يلزمنا امانت افهيت علشان نرفع من 100 إلى 150 وبعدين مطلوب الأفهيت ترانسفر وفي الأخير الأفهيت فلكس على انشان نرفع من 100 إلى 150 اذا كمية تساوي دلتا يو تساوي تساوي الماس هذه ما هي معروفة كيف نحسبها؟ تساوي الرو في الفوليوم تبع الكباربول اللي هي كورا باي أوفر سيكس دي كيوبيك الدي عشرة سنتيميتر اذا الماس تبعا هي 4.69 كيلوغرام هل يصار ممكن نحسب الاماونت افهيت الماس السي بي تي تو مينس تي وان هنا تي تو مينس تي وان اذا هذه الكمية اللي هي 92.6 كيلو جول هي اللي نحتاجها علشان نرفع من 100 إلى 150 الريتوفهيت ترانسفر فقط نقسم على الزمن اللي استغرقناه استغرقته من 150 إلى من 100 إلى 150 قال لنا أنه 30 دقيقة صح؟ 30 مينت 30 مينت اللي هي اضربها ب60 يعطيني 1800 سكنت اذا الريتوفهيت ترانسفر هي 151.4 وات الهيت فلاكس فقط الريتوفهيت ترانسفر اللي كانت عندنا من شوية نقسمها على الاريا لكن الاريا اللي انتقالت عن طريقها الحرارة اللي هي السيرفيس اريا اللي هو السطح الخارجي اللي هذي الكرة والبول المساحة السطحية للكرة معروفة أنها تصبح باي باي دي سكوير إذن 1636 وات بير ميتر سكوير نحن هنا نتكلم عن الهيت فلاكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا